بسم الله الرحمن الرحيم متابعين العنسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجحت المسيرة الهجومية بيرقدار اكنجي في اصابة الهدف بدقة خلال اختبار اطلاق باستخدام مجموعة التوجيه الدقيقة هي جي كي المطورة محليا حسب بيان لشركة بايكار المصنعة وافادت شركة بايكار المصنعة لبيرقدار اكنجي في بيان الاربعاء باستمرار عمليات ادماج الذخائر الجديدة المنتجة محليا بالمسيرة واشارت الى ان مجموعة التوجيه الدقيقة هي جي كي طورها معهد ابحاث وتطوير الصناعات الدفاعية التابع لمؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية توبيتاك وذكرت ان المسيرة بيرقدار اكنجي زودت خلال اختبار الاطلاق بذخيرة امي كي 82 التي جعلتها قادرة على التوجيه باستخدام مجموعة التوجيه الدقيقة واكدت ان الذخيرة المحلية امي كي 82 التي تطلق للمرة الاولى عبر مسيرة اصابت الهدف بدقة ويمكن لاكنجي التحليق 24 ساعة متواصلة بارتفاع يصل الى 40 الف قدم فيما يبلغ وزنها 6 اطنان وحمولتها المفيدة من الذخيرة 1 نص طن وزودت اكنجي بمزايا تكنولوجية فائقة مثل رادارات جو جو وانظمة مراسلة عبر الاقمار الصناعية ورادارات تحديد العوائق وغيرها من الخواص التي تجعلها مميزة بين نظرائها حول العالم ومن المنتظر ان تطلع اكنجي بدور مهم في تخفيف اعباء المقاتلات الحربية وسيكون بامكانها تنفيذ ضربات جوية وقصف الاهداف المحددة بصواريخ جو جو المصنعة محليا في الختام متابعين الاعزاء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة